مركبة عسكرية ودورية في الشوارع المحيطة بالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن هكذا يبدو المشهد بعد تجدد الاحتجاجات المناهضة للعنصرية والتي انطلقت شرارتها بوفاة المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد أثناء اعتقاله من قبل الشرطة أمام هتافي وصراخ الحشود بالقرب من البيت الأبيض طوقت الشرطة والجيش شوارع وسط المدينة موازة مع ذلك تجري مظاهرة ممثلة في العديد من المدن في جميع أنحاء العالم ضد كل مظاهر العنصرية